وراء الشاشة بش يكونوا متابعين متاعه فكان بعلم الوهم الرجل هذا دخل تقوقع داخل يعني نوع من اسكيزوفرينيا والانفصام الشخصية ويكذب وجعله يصدق نفسه ماذا غنم من سيد دعمي تسمحني أنا مشكلة في اللايف يوتيوب يظل يصوت مفهم ماذا بي الكلم اللي يقول ترجمة نانسي قنقر يعني يخرج بأخف الأضرار وأن يهم مستمعيه ومتابعيه بأنه حقق انتصارا لكن العسكر المحنك يسأله كيف تسمي هذا انتصارا بعد ثمانية أشهر ونصف ولم تحقق ما قلته في بداية الحرب اجتثاث حماس وتحرير الرهائن على أي انتصار تتكلم يا شكران يا كذاب شكران بالعبر يراه كذاب إذن هذا الرجل لا أصدقه ولا أصدق القناة 14 وظهر للخبراء في العالم الكل أن عملية هذه القضاء على حماس مستحيلة وأبعد يعني سنوات ضوئية على نتنياهو وعلى الصهاية لكن 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 ما ننسوش هو ماشي في ديناميكية بدأها من يوم 7 أكتوبر وهي البقاء في السلطة بأي ثمن ونجح في ذلك يعني يراوغ يناور يكذب يعني يبيت جيشه يضر كينسوهيوني يعني يهجر الناس يخسر خسائر استراتيجية فادحة هذا الكل لا يهمه وقد قالها الجنرال بريك قال هذا الرجل لا يهمه إلا مستقبله السياسي وإنقاذ نفسه هذا هو الواقع أحب من أحبه وكرما كلاه هذه الحقيقة التي أمامنا وكل يوم نشوفه في المقاومة معناها واليوم نخلونا سلاح جديد أنا بدي لم أكن مطبيعة حال السهم الأحمر يعني ومفاجآت كبرى ما زال تنتظر وسنتحدث على محور المقاومة اليوم عشنا نتكلم على غزة فقط يزب نتكلم على محور المقاومة ككل مش نحكيوا على السهم الأحمر سنتحدث كذلك عن الأسلحة اليوم اللي موجودة لدى المقاومة والي هي غسي كليم الأسلحة متاع الكيين العدو لكن قبل في نفس الموضوع دكتور رفع طبيب وقت اللي نشوفه مثلا تصريحات في الأسبوع اللي فات لمسؤولي إدارة بايدن تقول يقوله ناتنيا هو مساعده أكدوا مجددا دعمهم للمقترح نشوفه جولة لبلينكين يدعي في هذه الجولة أن الطرف الوحيد الذي لا يريد لهذه الصفقة أو لهذه الهدنة أن ترى النور هي المقاومة الفلسطينية ثم اليوم بيرح في القناة 14 العبرية ناتنياهو يتراجع ويقول أنا لن أقبل بما هو موجود في الهدنة ونربط بالكلم اللي كان يقول فيه سيد العميد اللي هنا هنا من نجم كان نسئل هو هي أدوار هي يعني أدوار مو كلا لهذا ولذاك لربح الوقت أي ولا ليه وكانه اللي يربح الوقت أما بعد يعني بعد ما يربح الوقت شو ما بشي يصير فما تقطيع وقت أو لنا الساعة تقطيع وقت ولحظنا لي حتى على مستوى الضحايا والعمليات هناك نوع من أنواع الانخفاض في غز ولكن هناك تصعيد اليوم على مستوى الجبل اللبانية واليمن اللي معناها ولكن شو نقول لنا نقول اللي راه ونعيده للمرة الألف راهي أول الضحايا في الحروب هي الحقيقة والجميع يكذب اليوم يكذب وبطريقة معناها غريبة جدا عندما يتحدث نتنياهو يقول قريبا في الأسبوع القادم سنعلنه الهزيمة النهائية لحماس وهو يعلم جيدا أن هذه الكذبة لن تمر ولكن في نفس الوقت قام هو أيضا بعملية أخرى استيباقية ولم يتفطن لها برشا ناس اللي هو القذف المتبات لما وراء الخطوط بين أمريكيا وإسرائيل اليوم بايدن واللي يتحدث مع الجمهور الصهيوني وريتانياو يتحدث مع الجمهور الأمريكي وكأن هناك نوع من أنواع القذف المتبادل بإعلام كل واحد منهم أنه لم يعد يتعامل مع هذا الشخص نيتانياو ينتظر أن نصيل انتخابات في أمريكا وينهزم بايدن وهذه معناها أحد السيناريات التي يشتغل عليها ياسر وفي نفس الوقت يعلم جيدا بايدن أن هناك شيئا ما يتحضر اليوم داخل إسرائيل على مستوى المنظومة العسكرية لأن المنظومة العسكرية اليوم في إسرائيل منهكة هذه مشكلة مئنة هذه كلم الرئيس السابق للشينبيت قال اليوم المنظومة العسكرية منهكة خاصة جيش البر ولذلك لاحظنا في المدى الأخيرة تنقل نيتانياهو 14 مرة لزيارة جيش الطيران وجيش البحري وكأنه يقول أن الهدف المستقبلي لن يكون عملية برية كبرى في لبنان بل سيكون نوعا ما يسمى العملية القنابل كأنها زرابي وهذه اللي دخلين فيه ويحظروا فيه توا بالنسبة لبنان وأحدى النقاط التي أعتبرتها مفصلية في المدى الأخيرة هو محاولة إسرائيل ضرب الحليف الأقرب للمقاومة داخل السنة في لبنان ولكن كانت تبعوا اليوم مش قاعد يصير خلايين كبير وكذب كبير القول أنه مثلا اللبنانيين اليوم كلهم في المطار ويحبوا يخرجوا من معناها من لبنان أنه المطار حزب الله حط فيه الأسلحة أنه مثلا على المجتمع المسيح أو الشرع المسيحي في لبنان وذلك كلهم قالوا معناها بشارع راعي في المدى الأخيرة قال أنه مثلا المسيحيين لو صارت الحرب سينفصلون عن حزب الله وعن بقية لبنان وسيدعون إلى بناء نواة الدولة المسيحية معناها المستقلة هذا كل تحذير لما قد سيأتي في الأيام القادمة وفي نفس الوقت المقاومة أيضا بدأت تتحظى لهذا السيناريو ونحن رأينا في المدى الأخيرة أنه الفاطميين اللي هما الشيعة متاع أفغانستان وبعض المجموعات التابعة للحجد الشعبي بدأوا في التنقل نحو لبنان يعني ستكون هناك جولة قادمة في لبنان لذلك معناها نوافق كثيرا معناها سيد العميد نعم يجب أن نتحدث اليوم عن معركة تامة لجيش موحد اسمه محور المقاومة وهذا المحور قد يتوسع في المدة القادمة وقد لا تكون نراهي لبنان فقط هي الساحة نعم قد يكون الساحة الفلسطين المحتلة هو أيضا معناها الأرض المنطقة التي تستنسى معناها ستكون فيها القتال بل أكثر من ذلك هناك حديث أيضا يقول وهذه معناها معطية تغير أنه سيتم تحريك شوارع في مناطق إلى حد الآن تتحرك نعم وهذا متوقع وهذا متوقع سيد العميد اللي هنا وازنا الدكتورة فاطبيب للبنان ولجنوب لبنان الرجعين لكن بالنسبة لغزة خدت فهمها نقطة استراتيجية عسكرية نحب نحكيه فيها هو كما قلت أنت بكري دخول صاروخ السهم الأحمر في المعركة لأول مرة بتدمير بتدمير آليات هندسية والصاروخ هذية ما معنى صاروخ السهم الأحمر سيد العميد شوف هو صاروخ متطور من الجيل الثاني إذا كان الكورنات اللي شفناها يشتغل بالليزر هو من الجيل الثالث هذا يشبه لصاروخ ميلان الفرنسي يعني أنه دقيق جدا لكن يعني هناك خيط هو مربوط يخرج ولكن هو مربوط بخيط لل يعني للجهاز الرمي بينه لما ينطلق الدقة متاعه وفاكل خيط اللي يبقى معناه يربطه بمنصة الإطلاق ولكن دقته ما تبعدش برشا على الكورنات ولكن الدمار الدمار اللي يعمل أكثر بكثير من 105 أكثر من الصاروخ 105 ليش لأنه كما قلت صاروخ متطور صاروخ مجعول لتحطيم المدرعات من الصنف الحديث واللي تكون معناها فيها الطلاق المتفجر وتخترق أول أول ضحية للساهم كانت دبابة تابعة للهنسة وهي دبابة تحكم وقيادة ويعني غالية الثمن تسمح لقائد الكاتبة الهنسة بقيادة الكاتبة فتركوا يعني الدبابة تمر وضربوا دبابة القيادة دبابة هذه يعني الهنسة وهي دبابة بغارة الثمن تسمح لسلاح الهنسة بقيادة كاتبة على الأرض إذن من مفاجآت اللي كان مخباها واللي سميتها أنا الاحتياطي الاستراتيجي للمقاومة الباسلة في غزة بدأ يظهر وانا نقول لك راي ما زالت المفاجآت ستتالة لأنه كما قلت هذي الشيف دوركاستر يعني قائد الجوقة يعني من أول نهار بانت حكمته وبان أنه يتصرف في ما لديه من ذخائر ومن أسلحة يعني تباعا مما خلاه يصمد ثمانية أشهر ونصف في منطقة محاصرة من أربع جهات وهو شيء لم نشهده في التاريخ العسكري هذه منطقة محاصرة معروف أنه بعد مدة تنفذ للذخائر ومعناها يستسلم من في القلعة يعني قلعة محاصرة إذن هذا هو التحكم هذا هو ما لعب عليه نتنياهو وظهر بالكشف وبالمكشوف أنه حذروا أنفسهم كما ينبغي لقتال لمدة سنوات طويلة وهذا ما جعلهم يجنون لأن العسكريون كل في العالم يقول لك محاصرون مهما كانت المخازن اللي عندهم ستنفذ ولكن ضربك يشف أن تحت الأرض ليس هناك أنفاق فقط هناك مصانع سلاح هناك مخازن أسلحة ولو يقلب غزة حذرا حذرا لن يعثروا عليها كما لم يعثروا على الرهائن لم يعثروا على الذخائر والأسلحة لأنه ثم مورنة ثم مناورة ثم تحرك ثم قادة عظماء عسكريين يلقنون القادة الضباط في العالم أجمع معناها قتال الشوارع وغيروا وجه القتال لمئة سنة أخرى للأمام نأكد لك اللي يراه المدارس العسكرية في العالم الكل اليوم تحاول أن تفهم وتحاول أن تستغل هذه المعارف لأنه قلت من ثمانة أشهر والله العظيم إعجاز عسكري بيتم معنا الكلمة إعجاز عسكري معناها باللي تحسب مستحيل بيش تلقى المعادلة صحيحة إلا إذا كان فما تحذير تدريب وقدرة إلهية ثلاثة أشياء اللي هما شفناهم على مدى ثمانة أشهر ونصف من خطرها عسكريا كي تعمل معادلة ما تصلش مستحيل أشهر ونصف